السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوتك ومن انكساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى سعتك يا رب تولني في من توليت فإني مفوض أمري كله بين يديك اليوم توقعتنا لا يوم الأربعة خمس نيسان طبعا زي ما ذكرنا في حلقة الأمس القمر ما زال موجود بالعذراء اللي هو مساء اليوم الثلاثاء وبدو ينتقل في ساعة المساء يعني بعد قليل احنا الآن في فترة خلو مصار رح ينتقل إلى برج الميزان فرح نحكي احنا كأنه رح انتقل لبرج الميزان ما رح نذكر تأثيرات برج العذراء القمر الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء القمر ما زال في خلو مصار هو ما زال موجود في منزل تسماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وخمسين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جريناتش بعدها بعد هذا الوقت بالضبط بكون القمر انتقل وصار في برج الميزان اللي هي اول منزلة من منازل برج الميزان اللي هي منزلة الغطر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي وبعدها طبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة واربع عشرين دقيقة من مساء اليوم الاربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل طبعا القمر زي ما حكينا الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء او مغرب يوم الثلاثاء القمر ما زال موجود في برج العذراء ولكن احنا في فترة خلو المسار خلو المسار هذا بدأ الساعة وحدة وتسعة وثلاثين دقيقة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة تسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جريناتش من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر ويصير في برج الميزان هذا بيعني ان هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل لإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جريناتش من مساء اليوم الثلاثاء القمر خلاص بنتقل وبصير في برج الميزان عشان هيك بتظل او منصير بحالة افضل وهي فترة افضل عاطفيا وجيدة لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب خلال هذا اليوم او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لذا العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد وتعتبر هاي الفترة فترة ننجح فيها في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او عادة تزيين البيت او المكتب او اقتنع حاجية جميلة الزاوية اللي رح تصير بعد الانتقال المباشرة هي زاوية تثليث ايجابية بين الخمر وبين بلوتو وطبعا هاي ذروتها الساعة 10 و 12 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء يعني من الان بدأ تأثيرها ورح يستمر لغاية ساعات الصباح اللي هو صباح يوم الاربعاء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزوايا القائمة طبعا اليوم في عنا ذروة زاوية بطيئة اما في زاويتين طبعا تأثيراتهم موجودة الزاوية الاولى هي زاوية التربيع السلبية اللي بين عطارد وبين بلوتو طبعا مستمر تأثيرها خلال هذا اليوم واليوم اخر يوم لالها هاي الزاوية قلنا بتدفعنا للكآبة للهم شعور بالدم بتزيد من عنادتنا وبتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطة وامور الها علاقة بالازمات القلبية بسبب العصبية او حوادث عن طريق النيران وبرضو بتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وبرضو ممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية او مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وهناك احتمال وقوع زلازل او حرائق اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين المريخ وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ستة اربعة طبعا هاي بتمنحنا وضوح كبير في امورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في اعمالنا وفي مشاريعنا وبتدل على نشاط ومردودية اكبر في صناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في البورصة وبرضو بتشهد البلاد استقرار امني اكبر بفضل نشاط الامن الوطني اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل وطبعا تأثيرها رح يكون من ساعات الصباح الباكر ولغاية ساعات المساء وهي زاوية خطيرة هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها الساعة ثمانية و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة لدى الهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منكون فيه بتضبط عصابكم بكافة الوسائل لانه سهل جدا اليوم الانفعال والعصبية والمشاكل ويفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند اي انتقاد او عند اي سؤال او عند اي مواجهة برضو هاي زاوية بتدل على استياء الرأي العام من ضغوط رجال الامن الوطني وهبوط في معنويات عمال قطاع الصناعة والصحة وقلة مردوديتهم وبرضو بيشهد هذا اليوم ازدياد اعمال العنف وخصوصا ضد النساء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي قلنا انها هاي زاوية بطيئة طبعا تأثيراتها طيلة اليوم او طبعا مستمرة تأثيرات لغاية يوم سبعة اربعة هاي الزاوية تتليث ايجابية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الامور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في اعمالنا ومشاريعنا ويعتبر هذا الوقت وقت مناسب لتنفيذ افكار فكرية بتطلب التركيز او لانجاز مضاربات عقارية وبتدل على تركيز الصحافي ووسائل الاعلام على المواضيع التاريخية والتراثية والنزعة لمحافظين البلاد او العدات والتقاليد وبرضو بتركز على مردودية القطاع الفلاحي وتطوير الصناعات الثقيلة والتعدين والمناجم ومؤسسات الدولة والتجارة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزاهد الدودية طبعا بما أن القمر في مراحل الاكتمال الآن معناته الجسم بحاجة لسوائل حاولوا قدر الامكان زي ما نبهت يوم عمس شرب الماء بكثرة في هاي الفترة عشان ما يصير مشاكل في الكلا أو في المثانة بالنسبة للعمليات التجميل الآن وخصوصا اللي بتتعلق تلحقن بالأمور اللي إلها علاقة بالجلد نحاول قدر الامكان إنه نبعد عنها تماما لحديث ما ينتقل القمر من برج الميزان بيكون أفضل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الجراحة ولكن الحقن والأمور البشرة أنا ما بنصح فيها يعني ويصلح للعمليات الجراحية ولكن الأشخاص اللي بأخذوا مميعات بدهم ينتبهوا لا يصلح لإزالة الشعر نهائيا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي لا يصلح للصبغ يصلح للحنة وأيضا ما زالت الأجواء جيدة للقص العلاجي رغم إنها ضعيفة بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الميزان معناه تخلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس ستة أربعة بيبدأ في تمام الساعة 12 و 42 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى يوم الجمعة الساعة 6 و 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 15 يوم في تمام ساعة 3 و 25 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش بصير 16 يوم نسبة الإضاءة بتصير 98 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة 60 في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30 في المية القمر في الميزان حتى يوم سبعة أربعة منتحس الآن بنسبة 40 في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10 في المية في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 40 في المية وبيكمل لغاية ساعة المساء بنفس النسبة عطارت في الثورة حتى يوم واحد وعشرين أربعة سعيد بنسبة 45 في المية الزهرة في الثورة حتى يوم احداش أربعة منتحس بنسبة 15 في المية المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمس سعيد بنسبة 45 في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستاش خمس سعيد بنسبة 15 في المية زحل في الحوت حتى يوم سبعتاش ست سعيد بنسبة 15 في المية أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% طبعا ما تنسوا لايك كومنت شير اشتراك الغاء اشتراك اي اشي اعملوا اللي بتشوفوه مناسب يعني اللي بتشوفوه انا بستحقوه اعملوه وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا القمر اليوم رح يكون مقابلكم تماما وطاقتكم اليوم بتكون ضعيفة شوي في نوع من انواع العصبية والحدية عندكم صحيح انه بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني اهم شيء انه تضبطوا اعصابكم قدر الامكان ما بجوز اثارة المشاكل او المتاعب اليوم اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث برضو انتبهوا اليوم الاعداء بكونوا كثر لانه انت في اضعف حالاتك فاي شخص ممكن يتجرأ عليك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر اليوم موجود في البيت السادس يعني التركيز على العمل وعلى الصحة انجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبرضو اليوم تجدوا نوع من انواع التعاون ما بينك وبين زملائكم ممكن تنجز بعض الاعمال المهمة ولكن كثرة الاشغال او الاعباء عليك بيتكون كثيرة فهذا شيء مرهق بالنسبة للك عشان هيك بدك تنظم جدول غذائك وتأخذ قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات حاول انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لأخرى واليوم بتنشطوا او بتكثر عندكم النشاطات وربما تشعر ببعض التعب اللي تحتاج من خلاله مراجعة الطبيب برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احباك ومتعزيز العلاقة معهم صحيح ان اليوم في بعض الحظوظ اللي بتدعمكم في طاقة جيدة على مستوى الغراميات او تقرب من الابناء على مستوى الحظوظ المالية بتفيدك برضو الاتصالات واللقاءات اهمش انك تلطف الاجواء وتعد العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة وتعتبر هاي فترة ايجابية حتى على مستوى الترفيه او تغيير الجو او حتى الفنون يعني بكل المجالات تقريبا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الامور البيتية والعائلية القصد الاكبر من تفكيركم وبوسعكم اليوم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهمش انك تتجنبوا توبيخ الاحبة او لومهم وممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية وحاولوا انك توجهوا الامر الواقع بمنطق وحاولوا ايجاد تسويات تحمي حقوقكم ولا تفرضوا رأيكم هاي فترة مناسبة لالامور اللي الها علاقة بالبيت والعائلة واللقاءات والاجتماعات والمناسبات ولكن مش جيدة للخلافات وسوء التفاهم والعصبية برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا اليوم بتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والامتحانات يعني الاجواء جيدة وسرعة البديهة عندكم قوية وقدرتكم على الاقناع ممتازة وممكن تعززوا العلاقة مع اخوي او مع الجيران واللي بيشتغلوا بالتجارة اليوم بيستفيدوا كثير او بالتسويق وبتكثر النشاطات على حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم شي انك ما تتردد بالتحرك واستغلال هاي الطاقة الايجابية اللي بتدعمك خلال هذا اليوم ولكن بدون تهور اثناء قيادة السيارة وانتبه اثناء حركتك ولا تفقد السيطرة على اعصابك برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي وعلى الاغلب هذا المكسب بيجي يا من عمل اضافي يا مستردات يا هبات يا هدية يا جائزة يا دعم يعني في باب رح يفتح لك الاعلاقة بالدعم المالي حاول انك تستغله قدر الامكان اهم شي انك ما تبالغ بمصاريفك كن معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة رتب فوتيرك ودفعاتك بشكل جيد ولا تتهور بقراراتك المالية ممكن بعضكم يهتم لامور مالية او امور استشفائية برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا اليوم تبدأ فترة افضل من الايام الماضية وهاي الفترة رح تعيدلكم ثقتكم بانفسكم ورح تنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم بتكون بتصاعد بتستعيد حماستك بتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من طلقاء ذاتها لصالحك الاهم ان قدر الامكان تستفيد من هاي الطاقة الايجابية ولا تسمح للاكتئاب او للحزن او للشك او للغيرة بانهم يسيطر عليك خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا اليوم بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب والملل لانه القمر صار موجود في بيت المتاعب عشان هيك اليوم حاولوا انكوا تخلدوا للراحة حاولوا فقط انجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقعوا على عقد لا تبدأوا عمل جديد تعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الامور بهدوء ابتعدوا عن الاضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تكيب امالكم وحاذروا من البلبلة والالتباس وطبعا اي شخص بيوعدكم بشيء لا تثقوا بوعده لانه سهل جدا يوعدوا ما يوتي وكثير اشياء اليوم ممكن تكونوا مخططين لها وفجأة لاو الأمر ما مشى مثل ما بدكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من اللقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم ممكن اليوم تصير في مناسبة او دعوة لحضور حفلة او لقاء او عزيمة مثلا اهم شي انكو تبادروا لملاقات الاخرين اليوم الوسط الاجتماعي في مكاسب كثير بالنسبة للك او بين من خلال علاقاتك ويبيط مئن بالك لانه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك بس في نقطة حاول انك تنتبهلها ممكن انت تكون حساس الزيادة عن اللزوم اي تصرف او اي كلمة تأخذ منك بحساسية عالية فهذا الشيء يسبب خلاف او مشاكل بينك وبين الاصدقاء او المعارف برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا هذا اليوم يعتبر يوم جيد للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في ادخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبهلهم المسؤولون وبيقدروا جهودهم وبتتسلط عليكم الاضواء ولكن ممكن اليوم تخضع لعدة تجارب مهمة اهمش انك ما تضعف وما تجازف لا بسمعتك ولا بواجباتك حاول برضو لو سمعت حد تلسن عليك او وصلك كلام انه حد بلومك كبر دماغك مظبوط هيك وما تعصب وخد نفس وابعد عن المشاكل قدر الامكان لانه الوقت مش مناسب ولا تخالف القوانين ولا تجازف زي ما حكينا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا النشاط رح يكون نشاط عالي جدا على حسب حق الاختصاصك اذا كنت بتتعامل مع جانب اليوم رح يكون مناسب اذا كان عندك سفر او اوراق او معاملات الها علاقة بخارج البلاد او مراسلات برضو اليوم مناسب اللي عندهم امتحانات جامعية او اتصالات بعيدة برضو مناسب وهذا اليوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان وممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة او تناقش اي موضوع اليوم عندك سرعة بديهة قوية وقدرة على الاقناع ولكن ممكن يغلب عليك العصبية وردات الفعل السلبية اللي شوي ممكن تعطل عليك حتى على المستوى العاطفي الاجواء جيدة اذا ضبطت اعصابك طبعا وهذا اليوم مناسب لخوض تجربة جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض اهم اشي انكم ما تهملوا صحتكم ممكن تهتموا بمسائل لها علاقة بميرات بقرض بمال الزوج مثلا لها اي مال مشترك رح هذا الاهتمام او فوتير او ديون او التزامات او اشياء من هذا القبيل حتى القروض وبتصبح لاجواء اكثر ايجابية وبتتجاوب معك بشكل جيد اهم شي بدون مغامرات مالية بدون مجازفات حاول انك تدرس المواضيع المالية بشكل جيد واسأل اهل الاختصاص بعضكم ممكن يهتم بفواتير او دفعات او ديون عليه بيحاول انه يضبط تقصيتها برضو الوقت مناسب اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون اعذار طبعا ما تنسوا الاشياء اللي تحت هيكبسوا عليها يعني حتى لو بتحط لايك وبتشيلوا ديسلايك وبتشيلوا كومنت وبتحذفوا يعني اعمل لك اي اشي هيك عساس انت هيك تحس حالك انك اعملت شي يعني لوجه الله تعالى يعني مش خسران اشي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر